هل مئة ألف مقاتل مع سلاحهم المتنوع والمختلف هل نحن ما جهزناهم لحرب أهلية ولا لإقتتال داخلي طبعا هذا الحديث لأميني عامي حزب الله حسن نصر الله لا يستفز أحدا ولا حتى امتلاك كل تلك الترسانة العسكرية ممنوع أو يستدعي التحقيق مع أحد بينما استغربت مصادر متابعة لملف التحقيقات في قضية الطيونة وعين الرمانة عبر صوت بيلوت انترناشنل ما سرب عن التحقيق لدى مخابرات الجيش اللبناني حيث أظهرت المعلومات بعض الأمور غير المنطقية على سبيل المثال سألت مخابرات الجيش عن أحد الأشخاص ليتبين أنه هاجر إلى كندا منذ أربع سنوات لتلقي القبض على شقيقه وأوقفت مخابرات الجيش أيضا شخصا بتهمة توزيع المناقش على الشبان في يوم الإشكال كما أضافت المصادر لصوت بيلوت انترناشنل أن مخابرات الجيش أوقفت شخصا بحوزته بوكس حديد كما أوقفت شخص آخر من من مناصر القوات اللبنانية بحوزته علبة خردق عيار 4.5 وباتت المقاومة تملك من الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة ومن الإمكانيات التسليحية طبعا هذا الحديث لعمين عام حزب الله حسن نصر الله لا يستفز أحدا ولحتى امتلاك كل تلك الترسانة العسكرية ممنوع أو يستدعي التحقيق مع أحد بينما استغربت مصادر متابعة لملف التحقيق في قضية الطيوني وعين الرماني عبر صوت بيلوت انترناشنل ما سرب عن التحقيق لدى مخابرات الجيش اللبناني حيث أظهرت المعلومات بعض الأمور غير المنطقية على سبيل المثال سألت مخابرات الجيش عن أحد الأشخاص على أنه مشارك في أحداث الطيوني ليتبين أنه هاجر إلى كندا منذ أربع سنوات وتلقي القبض على أشقيقه وأوقفت مخابرات الجيش أيضا شخصا بتهمة توزيع المناقيش على الشبان في يوم الإشكال كما أضافت المصادر لصوت بيلوت انترناشنل أن مخابرات الجيش أوقفت شخصا آخر بحوزته بوكس حديد وكما أوقف شخص آخر من مناصري القوات اللبنانية بحوزته علبة خردق عيار 4.5 جميع الموقوفين هم من مناصر القوات اللبنانية لكن المستغرب غياب الحديث عن من حملوا السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل بشكل علني وفي أكثر من مناسبة وتحت أنظار الأجهزة الأمنية اللبنانية كما استغربت مصادر متابعة للملف تسريب كل تلك التحقيقات في وقت أصدر الجيش اللبناني بيانا تحدث فيه عن سرية التحقيق فكيف ولماذا تمت هذه التسريبات ترجمة نانسي قنقر